بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله هو كرسة بسيط جدا جدا وهنمشي معاه خطوة بخطوة ونشوف الأهداف الموجودة في الكتاب وشزاي هنتعامل معها وإيه اللي هنعرف اللي موجود في الكتاب والخطوات واحدة واحدة كده إن شاء الله وإيه اللي هنستفيد منه من خلال العرض اللي إحنا هنشوفه قدام بعض ده إن شاء الله وحاجة سهلة جدا جدا السنادة ما نقلقش منها خالص ونقول بسم الله توكلنا على الله هنبص معا على الشاشة كده إن شاء الله نقول أهلا بكم في العام الدرس الجديد 2021-2022 سنستعرض ونرى الكرس الجديد اسم الكرس إيه بقى English for commercial schools year 1 الكرس بتاعنا السنة دي اسمه الإنجليزية للصف الأول من التعليم التجاري الإنجليزية للصف الأول من المدارس التجارية سنقول السنة دي هنشوف ونستعرض أهداف الكتاب نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم كده نشوف إيه اللي موجود معانا هنا دلوقتي Introduction مقدمة بسيطة كده هنشوفها كده مع بعض English for commercial schools الإنجليزية أو الإنجليزية للتعليم التجاري المدارس التجارية ما نبقى Is an English language course that specially written for commercial secondary schools in Egypt ده كرس معمول خصيصا لطلبة التعليم التجاري في مصر ده الكرس ده معمول خصيصا ومؤسس خصيصا لطلبة التعليم التجاري في مصر مخصوص بنجي بعد كده نشوف إيه الكرس ده بيمشي واحدة واحدة كده مستوى بسيط مستوى هادي كده بداي جدا 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 من الكتاب الأول تمام؟ to a good school living grade by the end of book 3 بيتدرج معنا من كتاب واحد وكتاب اتنين حتى ما نوصل إلى المرحلة الثالثة كتاب الثالثة اللي هو صف الثالث اللي هو الدبلوم إن شاء الله the books also introduce students to the world of commerce الكتب دي التلاتة اللي هو بوك 1 بوك 2 and بوك 3 التلات كتب دول بيجهزوا الطالب وبيجهزوه إلى عالم التجارة بيجهزوه على أساس أنه يدولي شوات مصطلحات يدولي شوات أفكار يعرفوه أي اللي ممكن يحصل وآي اللي ممكن يشتغل في العالم التجاري من خلال حاجات إحنا هنتكلم معها واحدة واحدة بالنسبة لأهداف الكتاب نشوف كده مع بعض aims and methods الأهداف الموجودة معنا هنتكلم فيها وهنشوف نقول the course aims to review and consolidate the language and skills learned at previous levels and to equip students for their future for language needs in the following areas الكورس بتاعنا هدفه الأساسي أنه يراجع يدرب يعلم الطلبة اللغة والمهارات على أساس في previous level في مستويات سابقة وكمان يجهز الطلبة ويعدهم إلى المستقبل اللي جاي باحتياجات اللغة في الحقول أو المجالات الآتية يعني فيه مجالات الكورس ده بيدف ليها هنشوف إيه المجالات اللي ممكن الكورس ساعدنا ويهدف ويقول أهدافه ويقول النقاط بتاعته grammatical structures آه يعني فيه قواعد وفيه grammar موجودة عندنا آه فيه قواعد وفيه grammar هل القواعد وقرامر موجودة صعبة أو سعلة؟ لا القواعد وقرامر حاجة بسيطة بيدائية كده بسيطة شوية بتمشي مع مستوى الطلبة إنها بيتجهزوا The course aims to consolidate students' understanding of the basic grammatical structure of English and to increase their ability to use the structures accurately, fluently and appropriately appropriately يعني الكورس ده بيهدف أنه يعلم الطلبة بتاعتنا ويراجع لهم ويستوعب ويراجع فهم الطلبة إلى أساسيات الجرامر الموجودة والقواعد الموجودة من الإنجليزي وكمان عشان يزيد مقدرتهم يزيد مقدرتهم وقدرتهم في استخدام القواعد الموجودة دي بدقة وبطلاقة وبطريقة جيدة على أساس يقدر يتعامل فيها في قواعد communication في يتكلم مع الناس ويكون جمل بسيطة ويشتغل وهكذا الوظائف التفاعلية بتاعت الناس بيقول إباة The course aims to teach students to communicate appropriately in the most common situations يعني الكورس بتاعنا بيهدف أن يعمل إباة يعلم الطلبة بتاعتنا إزاي يتفاعلهم ويتعاملوا بطريقة كويسة وبطريقة صحيحة في معظم المواقف العامة الموجودة الحياتية اللي هم بيعيشوها لذلك بتعلموا لغات تفاعلية لغات المحثات تمام؟ يعني بيعرف الطلبة المعاملات الحياتية من خلال نصوص معينة واختلاطات ومشاركات إزاي إزاي يحيي شخصه قدامه إزاي يبين رأيه يضي رأيه يوصل رأيه للناس وإزاي يودي يوري أو يعرف الناس اهتماماته ويخلي الناس تفهم المتواجد أمامه وهكذا بالنسبة للأفكار دي وبنفس الطريقة ونفس المنهج الموجود قدامنا الكلمات نجي نشوفه أصلا هنا يهتم بالكلمات بتاعتنا ونشوف الكلمات بتاعتنا هيقول فيه يعني كل المصطلحات اللي احنا هنتعلمها كل المصطلحات اللي احنا هنتعلمها مش مصطلحات في أي مجال لا ده مصطلحات في مجال معين تعمل ايه المصطلحات دي بقى؟ مصطلحات أساسية تجارية متعلقة ومرتبطة بكل فروع التجارة متعلقة ومرتبطة بكل فروع التجارة أو المجال التجاري اللي احنا بنقاهلك وبنعدك وبنجهزك ليه المهارات اللغوية بتاعتنا طبعا احنا عندنا المهارات اللغوية لازم لازم نعرفها خاصة في اللغة الإنجليزية الستماع لازم يكون بنستمع كويسة عشان بعد كده نقدر نعمل ايه؟ يبقى نسمع عشان نقدر نتكلم اوكي وبعد كده بعد ما تكلمنا نبصة بعينينا عشان نعمل عملية ريدنج يبقى سمعنا تحدثنا تمام؟ يبقى بعد كده عايزين ايه؟ نقرأ تاب سمعنا تحدثنا قرأنا المهارة الرابعة اللي احنا محتاجنا في اللغة الإنجليزية الكتابة رايتنج يبقى أهم أربع مهارات عندنا لازم يكونوا متوجدين عندنا عشان نقدر نمارس اللغة صح عشان نقدر نتعلم صح listening أذن كويسة أسمع بها كويس speaking أقدر أتحدث اللي سمعته بنفس الطريقة بنفس الأكسنت بنفس اللكن على قد ما أقدر reading أحاول أقرأ ولازم أقرأ الكلام اللي مكتوب قدامي اللي أنا سمعته تمام؟ أقرأ وبدأ أكتب الكلام ده بنجي بعد كده بيقول إيه بقى the course aims to equip students بجهز الطلبة الكورس بتاعنا ده بجهز الطلبة with all four the language skills في الأربع مهارات بتوع اللغة بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هما listening speaking reading and writing تمام at a level that will enable them to perform routine tasks at work الوقت بيعلمنا اللغة دي بليفي المعين بيمكن الطلبة عشان يقدم مهارات وحاجات يوميا روتينية على طول يوميا نفس الشيء بيتكرر يوم على طول مهم في العمل بتاعهم and to take part in ويشاركوا فيه بقى كمان social interaction at a commercial context ويشاركوا بقى في جميع المجالات التجارية على قد ما يقدروا طبعا يعني احنا بنجاهزك بكل الحاجات اللي موجودة دي عشان تكون طالب أو تكون شخص بعد التخرج مؤهل انك انت تتعامل في المجالات التجارية نشوف بعد كده مهارات بقى تجارية ومهارات معرفية ومعلومات التجارية نشوف المهارات التجارية اهي بقى بيقول هنا commercial skills المهارات التجارية نشوفها يبقى such as مثلا يعني اما تكون شخص شغال في التجارة في مهارات معينة لازم تعرفها مثلا يبقى answering the telephone تمام يبقى دي حاجة من المهام الشخص اللي بيشتغل في التجارة ممكن receptionist موظف الاستقبال لازم يكون عنده مهارة في الرد على التلفونات مهارة كويسة تمام يعرف رده كويس يعرف استقبل الناس صحي في التلفون يقدر يتعامل معهم صحي في التلفون ما يخسرش عميل and dealing with correspondence dealing with correspondence يعني يتعامل مع المرسلات يعني ايه المرسلات بتاعتنا؟ المرسلات في التجارة عندك email عندك letter عندك memo عندك fax دي حاجات هنتعلمها ان شاء الله واحدة واحدة مع بعض المقرر عندنا السنة دي نتعامل معه letter writing كتابة الخطاب ازاي اكتب خطاب اراسل شركة بتراسل شركة شخص بيراسل شخص تمام fax التعامل مع الفاكس هنتعامل برضو ازاي نتعامل الفاكس اللي هو الفاكس ماشين عندك قالة fax في مكتب معين بتبعت رسالة من خلال الفاكس لشركة تانية memo الميمو عبارة عن رسالة بيكتبها رسالة بسيطة كده بيكتبها مسؤول في المكتب بيحطها على النوتس بورد عنده في المكتب يعني حاجة داخلية امر داخلي بيكون موجه لشخص معين او رسالة لاشخاص معينة حاجة بسيطة تفعل في خلال يوم او اتنين على حسب ما هو مطلوب معنا بعد كرسبانس are developed along with the language skills with which they are integrated كل الكلام ده بيدمج مع بعضه بتحطى مع بعضه وبيطم تطويره تمام مع مهارات اللغة بتاعتنا اللي احنا بنقدر نتعامل معها وكل ده بيدمج مع بعضه بيطلع علينا في الآخر منتج كويس طالب يقدر يتعامل مع سوق التجارة الخارجي نشوف بقى الكميرشال نولدج اللي هي المعرفة التجارية هنا بقول لي بقى is also developed throughout the course المعرفة التجارية برضو مطورة بطريقة ما من خلال الكورس بتاعنا students learn for example the names of and uses of documents الطالب طول ما هو شغال بيتعلم ايه اسماء المستندات الموجودة معنا مستندات مثل مثلا مستند فاكس مستند لتر أبيل فاطورة حاجات من هذا القبيل هو بيكون مجبر ان هو يشوفها داخل الحياة التجارية اللي بيشتغلها the uses of computers and office equipment استخدامات الحاسب الآلي استخدامات الكمبيوتر بتعلم من خلالها برضو نفس الكلام ازاي يكتب ازاي يتعامل مع الكمبيوتر في استخداماته وحقته وطرقه وكلام ده office equipment اللي هي بنقول المعدات المكتبية اي هي المعدات المكتبية اللي موجودة عندنا الفاكس الكمبيوتر البرينترز يعني فاكس ماشينز كومبيوترز برينترز فونز الحاجات دي حاجات اساسية بتكون موجودة في المكتب ولازم نتعامل معهم and aspects of economic and commerce such as insurance accounting exporting and banking وبرضو في نفس الوقت احنا بنضرب الطالب من خلال الكورس بتاعنا لبعد الحياة بعض المهام بعض الامور الامور الايه economics اقتصادية and commerce وتجارية زي ايه بقى insurance التأمين بنعرفه ازاي قواعد التأمين وفي نشأة التأمين امتى واتعامل التأمين ازاي وازاي مين اللي بيقوم بالتأمين في حاجة اسمها سمصار تأمين وفي حاجة اسمها الشخص اللي بيقوم بالتأمين نفسه وهكذا accounting الحسابات من كلاله برضو بنعلم الطالب ازاي يعمل عمليات ضرب عمليات طرح عمليات اسمها عمليات جمع تمام من خلال حاجات بسيطة تدريجية كده واحدة واحدة لما يتعلم يقدر يشوف الكلام ده كله exporting التصدير والاستراد كذلك برضو من خلال المجالات برضو بنعرف استراد يعني ايه تصدير يعني ايه وهكذا and banking والمعاملات التجارية معاملات التجارية اللي يقدر نتعلم عليها مثلا statement الحسابات letter between anyone and the client and the bank الحسابات او الحاجات الحسابية الكشف الحساب ما بين العميل وما بين البنك وهكذا بعد كده scope and sequence نشوف الكتاب بتاعنا بيكون في ايه الكتاب بتاعنا فيه شوية حاجات حلوة وجميلة كده معنا هنمشي معها واحدة واحدة ونشوف ايه اللي موجود فيها نمرة واحد اول حاجة بنشوفها unit title الكلام ده موجود عندنا في الكتاب بتاعنا وهوريكو الصفحة اللي هي الخاصة بالكتاب بتاعنا اللي فيها اللي موجود فيها unit title بتاعنا هي صفحة موجودة جميلة تمام اوكي الصفحة دي موجود فيها وحدة رقم الوحدة وعنوانها تمام وبعد كده بنشوف بعد رقم الوحدة وعنوانها هنلاقي ايه topic العنوان بتاع الوحدة معنا يعني رقم الوحدة بتاعتنا اللي ايه موجود وبعدين هنلاقي الطبق بتاعنا الطبق بتاعنا الموضوع اللي الوحدة بتشتغل فيه الموضوع الوحدة بتحكي عن ايه النهاردة الوحدة بتحكي عن ايه النهاردة يعني انا قدامي دلوقتي الكتاب بتاعنا بيقول ان الوحدة الاولى الطبق بتاعها The staff of an international company in Egypt English at work ده عنوانها بيتكلم عن الهيئة العمل في شركة أجنبية بيقول الشركة دي بتعمل فين؟ في مصر ده الطبق أو الحوار أو العنوان اللي هتقوم عليه الوحدة مثلا الأولى نيجي نشوف الوحدة التانية Language functions الوظائف اللغوية للكلام اللي عندنا طب الوحدة الأولى بتحتوى على إيه؟ الوحدة الأولى فاق Greetings introducing identifying people Describing mathematical calculations Checking spelling names and titles الوحدة الأولى اللي احنا شوفنا اللي فيها بعض التحيات تقديم الناس لبعض التعرف على الناس أو تعريف الناس Describing mathematical calculations وصف البعض العاملات الحسابية البسيطة Checking spelling names and titles وكمان اختبار الفحص اللي بتاعنا والأسماء والتايتل اللي هي الألقاب يعني بعد language functions هنيجي نشوف نلاقي ال vocabulary الكلمات موضوع الكلمات اللي عندنا بيقول Personal data يعني معلومات شخصية عن شخص ما Numbers أرقام الأرقام عندنا في الوحدة الأولى From zero to fifty من صفر إلى خمسين Full numbers أرقام تلفونات Languages بعض اللغويات Simple mathematical operations بعض العمليات الحسابية البسيطة طب نيجي بعد كده هنشوف grammar ال grammar والقواعد اللي معانا ال grammar والقواعد اللي معانا في الوحدة الأولى Present tense of be Verb to be Questions and answers أسئلة وأجوبة يبقى معنا كده هنتضرب في الوحدة الأولى بتاعتنا على Verb to be الى وقام وإز وار ووز وبر على حسب ما هيجي لنا مضارعة ومضارعة ومضارعة وماضعة وكده تمام وازاي نستخدم Verb to be في العمليات نعمل جمل بي وازاي نكون أسئلة بي بعد كده بنشوف عندنا New skills New skills بعض المهارات الجديدة بعض المهارات الجديدة المهارات الجديدة عندنا Writing a short paragraph نكتب short paragraph عن مين ده وجينا نكتب short paragraph هنكتب short paragraph ممكن عن نفسك عن صديقات عن أحد أفراد العيلة على حسب Scanning rows and columns in tables هنتعرف على بعض الحاجات الموجودة في العنوين اللي موجودة في بعض الصفوف الأعمدة الموجودة معنا Ordering alphabetical هنقوم بترتيب بعض الحروف بعض الكلمات الترتيب أب جدي listening for information وبعد كده هنسمع أو نتعلم بعض المعلومات اللي احنا ناخدها وهكذا scope and sequence ده بيبين لنا محتويات الكتاب أو محتويات الوحدة محتويات الوحدة ولو الكاميرا هنا موجودة بيكون فيها بالشكل ده بتكون موجودة عندنا بالشكل ده بتتمشي بالترتيب مع الحاجة بتاعتنا وبنشوف معها ايه اللي موجود في الوحدة بتاعتنا نيجي بعد كده هنلاقي الكتاب بتاعنا في محتوى ده المحتوى هنا هيكون عبارة عن الترمي الأول بتاعنا الترمي الأول بتاعنا هيكون عبارة عن إيه بقى؟ هيكون عبارة عن الكتاب بتاعنا أساسا محتوى 18 وحدة محتوى الكتاب بتاعنا 18 وحدة 18 وحدة بتاعنا متقسمين 9 ترمي أول وبعدين 9 ترمي تاني متقسمين 9 ترمي أول وبعدين 9 ترمي تاني ونيجي بعد 18 وحدة دول أما نشوفهم هنلاقي كل 3 وحدات زي ما احنا شايفين كده على الشاشة يونت 1 people and languages هنتعلم ده اللي احنا قلناها مع بعض بعد كده يونت 2 foreign visitors هتحكي عن بعض الزوار الجدد الأجانب اللي بيزوروا المكتب بتاعنا في شغلنا بالنسبة لك كأننا بعتبر نفسي موجود داخل الشركة يعني وبنتكلم وبنحكي مع بعض الأشياء اللي موجودة في العمل بتاعنا وبنزي نتعرف على بعض وازاي بنقدم بعض وهكذا unit 3 a new camera a new camera ضائر جديد واحد جالنا في unit 3 واحد جالنا بنتعلم من خلاله ازاي نقدم الضفة الجديدة لنا ازاي بنتعامل معاه ازاي بنخصص له مكان يوعد فيه وهكذا على حسب ما موجود بعد الوحدة الأولى والتانية والتالتة يعني after three units after three units بعد الثلاث وحدات دول بيجي لنا revision بيجي لنا مراجعة على الثلاث ايه؟ وحدات والمراجعة اللي على الثلاث وحدات دي بتقوم بمراجعة كل شيء موجود احنا معنا في الكتاب بتاعنا student book ومعنا work book كتابين موجودين معنا موجودين بالشكل ده معنا student book وفيه work book الكتابين احنا بنستعملهم الكتابين احنا بنستعملهم وبنتعامل معهم على قد ما بنقدر وبنشوف فيهم محتوياتهم ايه؟ تمام؟ student book مكون من ثلاث دروس student book بتاعنا مكون من ثلاث دروس الدرس الاول فيه الدرس الاول فيه عبارة عن صفحة نقصة بعض بيحتوي الدرس الاول على reading بنقرأ reading وفيه reading دي فيه break questions sometimes فيه احيانا اسئلة قبل تمام؟ وفيه after questions بعد كده اسئلة بعدين على reading بتاعتنا وبنقدر نتعامل معها وهكذا الجزء التاني من الدرس الاول listening دايما على طول الجزء التاني من الدرس الاول listening وبنعلمنا برضو حاجة موجودة في الدرس الاول كذلك نيجي نشوف الدرس التاني تمام؟ يبقى الدرس الاول صفحتين فقط في الكتاب عندنا بنتعامل معهم من خلال reading و listening واي حاجة اضافية تانية بنتعلمها من خلال الدرس الاول ماشي بنجي بالا الدرس التاني language focus بتعلمنا الدرس التاني 90% منه بيكون grammar بيكون grammar بيعلمنا قواعد بعض القواعد فيه وبيدينا تدريبات وفي نفس الوقت صفحة من الدرس التاني تمام؟ مقابل اول صفحة في الworkbook على طول اول صفحة بنشتغل فيها في الدرس التاني على طول يعني الدرس الاول و ذاوة workbook الدرس الاول و ذاوة workbook بدون كتاب كتاب الworkbook بتاعنا اما الدرس التاني بيبتدي صفحة من هنا و صفحة من الworkbook اللي اتنين قصد بعض بعد كده الدرس التالت commercial skills بعض المهارات اللي موجودة التجارية عندنا اللي بيعرفها اسم الشركة اسمها الاشخاص الالقاب الكاني الماني على حسب ما يحتوي الدرس على حسب ما يحتوي الدرس وبيعرفنا بعض الحاجات اللي موجودة جوه ده اللي هو الشكل الشكل الثلاث حاجات اللي بالنسبة للمدرس الاول والتاني والتالت نيجي نشوف بقى الworkbook بديني نفس زا ما قلنا صفحة فيها برضو exercise for students يقدر يتعامل بيها تمام وبعد ما يتعامل فيها يحلها الصفحة التانية مع الدرس الصفحة الاولى مع الدرس التاني الصفحة التانية مع الدرس التالت الصفحة التانية مع الدرس التالت وبنعرف الصفحة اللي موجودة فيها الدرس إذا كان فيه workbook ولا لا بيكون موجود أسفل يمين الصفحة يعني ده this is unit 1 listen to unit 1 listen to لو أنا بصت هنا هلاقي في هنا يقول لي workbook book workbook go to workbook page 2 أروح workbook الصفحة التانية أوكي تبدأ الدرس التالت هنا الدرس التالت نفس الكلام عليه من تحت go to workbook page 3 go to workbook page 3 تمام أنا خلصت الوحدة الاولى وخلصت الوحدة التانية وخلصت الوحدة التالتة ثلاث وحدات خلصتهم نخش بقى الوحدة الرابعة قالك لأ خلصت الاولى والتانية والتالتة في revision خلصنا الاولى والتانية والتالتة في revision يعني ايه revision مراجعة هراجع على ايه بنراجع على كل شيء أخدناه في الاولى وفي التانية وفي التالتة احنا خدنا ايه في الاولى والتانية والتالتة خدنا vocabulary خدنا grammar خدنا communication skills خدنا commercial skills خدنا حاجات زي كده والمطلوب مني المطلوب مني اراجع على كل الكلام ده اراجع على كل الكلام ده من خلال وحدة revision اللي هي بعد كل ثلاث وحدات بعد كل ثلاث وحدات وهنستعرض دلوقتي الشكل الثلاث وحدات ازاي على طول يعني احنا بنبص معنا كده one two three one two three revision one one two three revision one هنا four five six four five six تمام نيجي نشوف بعد كده revision two revision two يبقى معنا كده كل ثلاث وحدات في معناهم راجعة نشوف بعد كده ها unit seven eight nine ten لأ revision three يبقى معنا كده كل ثلاث وحدات معايا وحدة revision بتراجع على كل الكلام اللي انا اشتغلته بتراجع على كل الكلام اللي انا ايه اشتغلته تمام وبعد كده بعد كده بيقول لي ان الـ revision بتاعتك دي موجودة عندك هنا تمام بتقاهلك وبتخليك تراجع كل شيء انت خدته طيب نيجي بقى مثلا في revision one عفوا revision one بادي معايا بال function language اه اختبارات لغوية بيشوفوا المهارات اللغوية بتاعتي بديني dialogue اتضرب عليها ممكن بديني situations اتضرب عليها والـ situation دي باستخدمها في الـ dialogue عادي مفيش مشاكل وبعد كده بديني choices او vocab او اي شغل عادي بيرجع لكل جزئية انا اشتغلتها في three previous units يبقى any three previous units has one unit revision has one unit revision كل تلات وحدات لهم واحدة مراجعة بتقوم بمراجعة كل شيء تم بتقوم بمراجعة كل شيء تم تم دراسته عندك وانت شايفه وانت مجهزه وهكذا اه نيجي في المراجعة بتاعتنا هنلاقي دايما الامتحانات بتاعتنا ما بتخرجش من كتاب المدرسة لان هي بتأهلك لكل شيء انت بتحتاجه في حياتك وحنا بنأهلك وحنا بنختبرك في اللي انت درسته فمش معقولة انت درست حاجة تمام وحنا هنأهلك لحاجة تانية اكيد طبعا بعد كده في الكتاب يبقى ايه function في revision one function language فيه اختبرات على الوكلاب دي number B فيه فيه كويزات موجودة حتى انا درست ايه اه انا درست الفلوس ودرست بعض الامتح حسابية فبيدربنا عليها ازاي انت الفلوس ازاي يتكلم ازاي يجمع ازاي يعمل الكلام ده كله وبعدين بعدين حضرتك خدت فوقابلري خدت grammar خدت structures خدت اي حاجة اه اذا بديك choices على كلام ده كله ده بالنسبة للكلام الموجود بالنسبة لrevision one في student book يبقى student book بتاعنا احنا درسنا فيه حاجات خلاص اوه طب هل كده خلاص قالك لأ انت خدت revision بتاعتك في الwork book بتاعك اه طب هل هرجعك في الwork book بتاعك هعلمك ازاي تتعامل مع titles ازاي تتعامل مع الالقاب مع مستر مع ميسز مع المتزوجة مع الغير المتزوجة وهكذا اه دراست grammar اه يبقى هديك revision صغيرة هديك اكسرسيز عن grammar في الوحدة الاولى تمام اشتغلت في numbers from zero to fifty اه يبقى هعرفك ازاي تكتب هخليك اعمل check صغير اعمل quiz صغير اختبر اختبر بسيط هل تعلمت الارقام ولا لا طب احنا اخذنا ABC تمام واخذنا اللي هو rearrange according to alphabet وعادنا ترتيب بين خلال ABC اللي هو الترتيب الابجاد بتاعنا تمام هعلمك كذا اه انت خدت عملات حسابية اه خلاص ماشي انا هعمل لك عملات حسابية بارقام والمقابل لها تعمل انت matching مع reading sentence اوكي مع جملة وهكذا طيب وممكن استأذنك كده تروح كاتب لأربع جمل خمس جمل كده عن نفسك عن شخص من العيلة انا هديك مثال وانت تحول المثال ده عن شخص تاني عن نفسك عن اي شخص سيما انت عايز ده بالنسبة الوحدة الاولى نجي بقى نشوف revision unit revision unit عندنا بالنسبة revision unit 1 على الثلاث وحدات الاولانيين revision unit 1 فيها language functions برضو زي ما كان وفيها عند vocabulary وفي grammar وفي reading comprehension reading comprehension اه عشان تتعامل مع الامتحان بتاعك بالضبط يعني كل شيء هتدرسه بالكتاب كل item هتدرسه بالكتاب هتلاقي مقابل لي في الامتحان بتاعك واحنا هنستعرض كده شفهيا كده ان شاء الله ايه الكتاب اللي امتحان بتاعنا بيكون ازاي في الworkbook بتاعنا في revision 1 فيه موجودة عندنا language functions situations بنستخدمها زي ما قلنا داخل الديالوجز داخل ايه الديالوجز تمام بيعرفني ازاي انت بتكتب قواعد الجرامر بتاعتك بتكتبها بتعمل ريراية بتعمل حاجة على الرغم ده بيضربنا عليها احنا خدنا كلمات معينة اه هستخدمك هخليك تستخدم الذاكرة بتاعتك انك انت تجيب لي كلمات من الذاكرة انك انت تشتغل واجيبها لي على سينك انت ذكرت انت قرأت انت درست انت حفظت كذلك فيه حاجة خاصة بالجرامر موجودة وفيه reading comprehension reading قطعة reading بسيطة بتقراها فيه عندك عليها اسئلة معينة فيه multiple choices فيه يعني عندنا جمل وعندنا كل جملة اربع اختيارات حضرتك تقرأ القطعة الصورة اللي معنا وبعدين تجاوب لي عليها تمام وبعد كده بعد كده يكون فيه اسئلة with question marks بعلامة تفهم تجاوب انت برضه عليها من خلال الكلام ده خالص اه اي شيء انت درسته في التلات وحدات الصبقل الوحدة للوحدة المراجعة انت بتطلب منك انك انت تجاوب على اي اسئلة متعلقة بها طب اتكلمنا عن directions يبقى بتتكلم عن directions اتكلمنا عن فوق وتحت up and down left and right straight at the back next to in front of beside close كل الكلام ده كله مطلوب منك المحادثة الموجود مطلوب منك انك تعرف الكلام ده كله وتحله باي شكل منين من الاشكال بتاعتنا okay writing عندنا بقى هنا writing هنا بقى اه انت درست كتابت عن شخص عندك في الوحدة الاولى او التانية او التالتة تمام كل تالت وحدات فيه paragraph معين لازم نركز عليه لان البراجراف بتاعنا ده البراجراف بتاعنا ده احنا بنتعامل معه من خلال الكتاب ومن خلال ما تم درسته فيما سبق من خلال ما تم درسته فيما سبق وفيما سبق ده وكل ما سبق تأهيل انك انت تقدر تتعامل مع البراجراف الموجود معنا تمام كده تمام يعني مثلا عندنا في writing write a short paragraph about Mr. علي شريف use these guiding questions and information from unit 1 in the in the book يعني بطلب منك هو بكل بساطة ارجع listen to book بتاعك unit 1 وشوف المعلومات الموجودة عن Mr. علي شريف واتتب بيانات عنه اكتب بيانات ازاي من دماغ مثلا لأ البيانات عندك موجودة تمام وفي عندك موجود اسئلة محددة داخل الكتاب بتاعك الworkbook بتاعك وسيادتك مطلوب منك انك تجاوب على اسئلة دي but to answer these questions نجاوب على اسئلة بتاعتنا in full in complete answer بين اجابات كاملة to make sentences followed by each other عشان تعمل المتتبعة ورا بعض because when you make one two three four it's not a paragraph sentences following each other it's a paragraph under the title under the topic that you are asked تحت العنوان اللي اتطلب منك كل ما عليك تجاوب على الاسئلة اللي موجودة من خلال unit one وانت كده تكون عملت بارغراف عن مستر علي الشريف هو كل البراغرافات هتكون عندنا بنفس الشكل لأ مش كل البراغرافات questions and answers ومش كل العنوين كل الحاجة هتكون بقى انت متاح لك انك انت تفتح الكتاب وتقرأ فيه في الامتحان الوضع يختلف في الامتحان انت درست المعلومة موجودة في ذهنك فانت بتكتب من ذهنك بتكتب من تفكيرك على اساس انك انت درست الكلام ده تمام طب هو questions only لا في كلمات استرشادية يعني we gave you few words to make a sentence and slash and then some words some words some words بنديك 3 كلمات تكون منهم جملة وبعدين مجموعة تانية 3 كلمات تكون منهم جملة يبقى وهكذا 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 يبقى انت كده 3 4 5 جملة اللي حسب ما هم مطلوب منك تجواب علي يعني احنا عندنا نشوف هنا what is مستر علي الشريف زي ناشوناليتي جنسية which company does he work for and where بيشتغل لمين وفين what is his what is what is his job وظيفته اوكي what is his job وظيفته بعد كده how many languages does he speak how many languages does he speak العدد اللغات اللي بتحدثها what are they هم ايه who is who is his secretary السكرترا بتاعه يبقى احنا عندنا عدد معامل سئلة 1 2 3 4 5 6 6 sentences يبقى احنا كده هنضطر نكتب 6 sentences عن كل براجراف موجود عندنا مش بقى 6 sentences بقى نحط مثلا I am a teacher I am a student He is my brother يبقى كده جمل لا ناخد المعلومة بالكامل ونكتبها على حسب ما هي موجودة عندنا بعد كده في الworkbook بتاعنا برضو بيكون شيء موجود اه انت خدت حاجة عن الاصطف بتاعك اه ومعلومات والاسم وكلام ده هنضربك عليها برضو من خلال الحاجات الموجودة عندنا اوكي اه بعد كده في نهاية في نهاية كل ريفيجان يونت في ترجمة ترجمة بيكون موجودة عندنا ترجمة جملتين عربي ده بالنسبة اللي موجودة عندنا في الworkbook تمام جملتين انجليزي نترجمهم عربي وجملة عربي نترجمها انجليزي احنا ما بنجيبش حاجة من برا احنا بنعمل مكس من جميع الكلمات والحاجات اللي موجودة عندك في الكتاب بتاعك تمام وبترجع تاني نعملها جمل وحضرتك تترجمها معنا بالزب اوكي يعني مثلا من الجمل الترجمة his British and his second language is Arabic هو بريطانيا ولغة الثانية العربية put the notice board on the wall above the table ضع لوحة الاعلانات على الحائط اعلى المنددة من فضلك اخبرني كم الساعة الان excuse me can you tell me what the time now جمل بسيطة خالص جمل التخطاف اعدادي الكورسي بتاعنا بدء ببساطة بسلاسة بكل حاجة بسيطة وسهلة جدا يبقى معنا كده الكورسي بتاعنا بيحتوي على عنوين ومواضيع متعلقة بالتجارة بيؤهلك ازاي تتعامل in the same language with the other world of commerce مع العالم الخارجي للتجارة ده لو انت هتمت فعلا بالمنهج المنهج حلو جدا جدا ويناسب ويناسب our students ويناسب الطلبة بتاعتنا اللي هما طلبة التعليم التجاري هو مش شرط اولى ما انت بتطلع تانية بيكبر معك شوية بتطلع تالتة بيؤهلك تماما الى العالم الخارجي للتعليم التجاري تمام نيجي بقى نبص بصة صغيرة كده نتكلم كلمتان كده بوساط على الحاجات اللي موجودة داخل الكتاب بتاعنا او ايه اللي ممكن يقابلنا في الكتاب احنا قلنا الـ المرسلات هنفسر المرسلات دي بكل بساطة كده مع بعض وده حاجة مهمة جدا المرسلات لان هي سؤال كامل زيها زي الرايتنج بالزبط يعني الرايتنج البراجراف بتاعي احنا عندنا كم برااجراف كم طوبك عندنا في الكتاب نهتم بهم جدا 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 ليه لان الطوبكس دي 90% منها هي اللي بيجي لنا في الامتحانات تمام وبيجي لنا طوبكس تانية موجودة من خلال المواضيع الداخلية للكتاب بتاعنا اوكي طيب يعني بنيجي نقول ايه بقى الطوبكس اللي موجود الحاجات اللي هي الرايتنج اللي موجودة معنا اللي هي الكوريسبانس اللي موجودة معنا احنا قلنا الميمو الفاكس الرايتنج الليتر تمام التلاتة الرايتنج دول او التلاتة كوريسبانس دول التلاتة ممكن يجلنا واحدة منهم في الامتحان اوكي ممكن يجلنا واحدة منهم في الامتحان الرايتنج من شركة لشركة من شركة لشركة من شركة لشركة من شركة لشخص عادي لكنها رسمية يعني لا يوجد كيف و الأخبار و الأهرام و كلامنا لا 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 رسمية لا يوجد كيف أن تكون هنا أرجوك أن أريد أن يبقى حاجات كده نخش رسميا مع الناس و نتكلم حاجة بحاجة كده إن شاء الله معها بنكتب اللتر بتاعنا فيه عناوين بتكتب و فيه معلومات كاملة عن شخص على اليمين بيكون عنوان شركة وعنوان المرسل على الشمال بنكتب معلومات كاملة عن الشخص القارئ أو المرسل إليه بنكتب تاريخ على اليمين Dear sir أو Dear الاسم اللي موجود عندنا الحسن ما يجلنا بنخش في الموضوع جملة خاتمة بسطة بنكتبها و نختم خطابنا yours faithfully yours sincerely على الحسن ما هنشوف و بنشتغل مع بعض بعد كده الفاكس قالت الفاكس فاكس ماشين بنستخدمها نبعت فاكس الفاكس ده عبارة عن ورقة مكتوبة نحطها في مكنة الفاكس تروح للشخص نضرب رقم معين تروح للشخص المقصود به الفاكس نحن نبعته له يوصلوا في نفس اللحظة يوصلوا في نفس اللحظة اللي احنا بعتين فاكس رسالة من الشركة لشخص من شخص لشركة من شركة لشركة حاجة برضو رسمية بيطلب منها شيء معين شيء بسيط نفس الكلام الميمو رسالة من مسؤول لموظف تحت ايده الميمو رسالة من مسؤول لموظف تحت ايده تمام الرسالة دي بتقول له بتبلغه ينفذ مهمة بسيطة مش اقتر من كده مهمة بسيطة يخلصها في وقت ومحدد في عامل على حسب ما يبتسأل وبتطلب منها بيكون فا من فروم تو الى ديت التاريخ ر اي او ري اللي هو السابجكت بتاعنا موضوعنا وبعدين نخش في الميو وبن غير خاتيمة من غير خاتيمة ممكن نقول ثانكيو او ثانكس في الاخر ما فيش مشكلة نيجي بعد كده التالت حاجات دول تمام اه زم احنا شفنا او زم احنا شايفين انا كتبت الغات الوحدة التاسعة ووقفت زي ما احنا شايفين على الشاشة دي نهاية الترم الاول دي نهاية الترم الاول نشوف الترم التاني بتاعنا ها عشرة 11 12 ريفيجين 4 تمام 13 ها 14 15 ريفيجين 5 نفس الكلام في الترم التاني كل تلات وحدات عليهم وحدة مراجعة طيب نشوف بعد كده 16 17 ها ريفيجين 6 يبقى احنا كده عندنا كل تلات وحدات تمام وحدة مراجعة يبقى من واحد لتسعة ترم اول from one to nine ها first term اوكي وبعد كده from 10 to 18 second term ومن عشرة لتمنتاشر الترم التاني وكل تلات وحدات فيهم وحدة مراجعة وكل طبق مختلف عن التاني كل عنوان كل موضوع مختلف عن التاني كل طبق عندنا بيدينا معلومة بيزود لنا حاجة بيضيف لنا حاجة قبل اللي فاتت والريفيجين يونت بتخلينا تقول اه انت ذكرت اه انت ريت كويس انت ريت كويس تعال بقى في ريفيجين يونت هنشوف مقدرتك ايه اللي حصل فيها وهكذا طيب شكل الامتحان بتاعنا شفاهيا كده بكل بساطة شكل الامتحان بتاعنا سهل وبسيط الامتحان بتاعنا في سبع جزئيات مهمين جدا جدا اه اه انا هستعرضهم معكم شفاهيا بس يعني اول جزئية احنا معانا عشر اسئلة كل نقطة عشر جمل كل جملة باربع اختيارات كل جملة باربع اختيارات ويه بنختار منهم يبقى احنا كده معانا عشر جمل باربع اختيارات في سؤال ايه الاول السؤال التاني الديالوج محادسة محادسة ما بين شخصين محادسة ما بين شخصين الشخص اللي بيتكلم تمام والتاني بيرد عليه احنا بنقرأ المحادسة نفسية كلها من الاول خالص قبل ما نجاوب وبعدين نشوف الشخص الاول بيقول جملة او بيجاوب او بيسأل سؤال او هكذا احنا بلاقي المطلوب مننا اما سؤال على اجابة او اجابة على سؤال بس بيكون عندنا ثلاث فراغات موجودين المفروض نكمل الثلاث فراغات دول نيجي بعد كده فيه reading comprehension القطع زي ما احنا قلنا القطع كانت موجودة عندنا في الworkbook برضو هنلاقي عندنا قطع في الامتحان القطع عليها choose the correct answer نجاوب نختار الاجابة الصحيحة من اربع اختيارات عندنا اربع اسئلة تمام واربع اختيارات الاربع اسئلة دول احنا بنقرأ بنشوفهم تمام وبنجاوب من الاربع اختيارات بتاعتها وبنرجع التاني two question word questions سؤالين مبدئين بكلمة السفهان بنجاوب عليهم كل ده من خلال ايه القطع القطع تايما على طول معظم اسئلتها واضحة في معادة سؤال او اتنين ده لازم يكون فيه عشان نقدر نميز ما بين الطالب اللي بذاكر الطالب اللي بيكتهد والطالب الكسول شوية السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع عندنا هنلاقي فيه سبع اختيارات موجودين عندنا فوق فيه الان ست جمل مع سبع كلمات يبقى فيه عندنا كلمة زيادة هنقرأ الكلمات كويس ونقرأ الجمل كويس تمام وبعد كده هنقدر نتعامل مع الجملة الجمل بتاعتنا ونحل فيها زي ما احنا عايزين اوكي بعد كده هيكون معانا write a paragraph وwrite a paragraph هنا you will have two paragraphs عندنا باراجرافين you will choose one هنختار ايه واحد وزي ما قلنا البراجراف بتاعنا البراجراف بتاعنا هيكون من داخل موضوعات كتاب المدرسة يعني يا مستر احنا عندنا ثلاث باراجرافات موجودين في الترمي الاول وثلاثة الترمي التاني ومن خلال الوحدات ممكن اكسرسيز معينة تصلح ان تكون باراجرافات ومن خلال الوحدات تمام يمكن ان تكون اكسرسيز معينة تصلح ان تكون باراجرافات يعني احنا في ريفيجن 1 شفنا الرايتنج بتاعنا اللي هو راية تشوت واريف نكتب عن شخص اوكي ريفيجن 2 استخدام التليفون استخدام التليفون ريفيجن 3 البراجراف اللي فيها how many days a week do you go to school يعني asking about your school ازاي بتروح المدرسة بتروح معامين وا 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 كده طيب دول ثلاثة هل هما دول بس الموجودين لا من ممكن باراجراف في كتاب المدرسة اقدر استخدمه وخليه يبقى هو باراجراف عادي وانت ملزم انك انت تحلهولي ازاي ممكن عندي how to use a fax machine موجودة how to use a printer ازاي تستخدم البرينتر موجودة تمام يبقى في الحالات دي انت ممكن تستخدم الحاجات اللي موجودة عندنا وهي موجودة عندك في كتاب المدرسة تمام وانت بتكونها بتستخدمها بشكل عادي بشكل طبيعي بتجاوب على اسئلة معينة موجودة يعني كده او كده احنا بنديك موجودة 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 يبقى سواء كلمات انت بتكتبها بتستخدمها تعمل منها جمل سواء اسئلة انت بتجاوب عليها انفل بتجاوب عليها اجابات ايه كاملة حتى لو فيه yes no question ما ينفعش يعني مثلا اقول لك ايه did you go to school yesterday ما ينفعش اقول yes i did انما الاجابة في البراجراف بتاعي تقول I went to school yesterday I didn't go to school yesterday because كده ما اقولش yes i did no i didn't ما تنفعش في البراجراف الاجابات اللي زي كده يبقى ده السؤال الخامس نيجى عن السؤال السادس السؤال السادس ده انا قلت قبل كده احنا خدنا ثلاث حاجات فيه اتكلمنا عن ثلاث حاجات فيه اتكلمنا عن الميمو اتكلمنا عن الفاكس اتكلمنا عن ها اللتر طب فيه حاجة تانية اه فيه شيء رابع ايه اللي هو ايه بقى احنا اتكلمنا في باراجراف من البراجرافات about some one عن شخص نصر شريف يعني ايه حاجة باراجرافي لا اه احنا هيجينا باراجراف سغير تمام اربع ثلاث سطور او اربع سطور عن شخص او عن حاجة معينة والمطلوب من سيادتك انك تجي والمطلوب من سيادتك انك انت تعمل لنا ايه بقى تجيب معلومات عن الشخص ده تفرغ على حسن ما يقولك الاسم الجنسية الطول الوزن العمر الكلام ده بالشكل ده اخر سؤال عندنا في الامتحان بتاعنا هيكون ترجمة ثلاث جمل هنترجمهم من انجليز العربي وجملتين عربي نختار واحدة بس منهم انجليزي يعني ناربع درجات بس ثلاثة من انجليز العربي واحدة من عربي اثنين من عربي انجليزي نحيل له واحدة ده شكل الامتحان وبكده كاملنا تكلمنا بشكل عام عن الكتاب بتاعنا السنة دي وكلمنا بشكل عام بشكل بسيط عن الامتحان واتمنى من ربنا ان يكون الكورس مفيد ليكم وحاجة بسيطة جدا 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 ونلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة